رحمة الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حسن الله صلى الله الله عليه وسلم. اهلا بكم عزائي الطرطة وطلبات الصافي السيد الاعدادي. معكم مصر طاعة الغيطي من قناة زاكر الاحساب ومس. آآ ان شاء الله نبتدي الترم جديد ومنهج جديد. الترم التاني آآ سهل جدا اسهل من الترم الاول انا من وجهة نظري بحط النفس مكان الطالب حتى المطالب المتوسط سهل جدا الترم التاني سهل جدا وحاجات هابلة تمام وممتعة في نفس الوقت. آآ الهندسة سهلة جدا 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 يعني مساء البرهان لو انت خايف منها مساء البرهان سهلة قوي وبسيطة جدا برهان ما لا يتعدل خمس خطوات اربع سطور بالزبط. دي مساء البرهان في الهندسة. الجبر بسيط جدا وسهل جدا وممتع كمان وشيق. يعني الدرس الاولين الاولين ده حوالي في كتاب المعاصر حوالي مش هيقل عن ستين سؤال. هما فكرة فكرتين وخلاص الموضوع انت على كده. والدرس الوراء برضو نفس الكلام سهل والدرس الوراء برضو نفس الكلام سهل. بس اما حاجة بس تفوق وتبتدي بداية صح. تمام? آآ ما تكسلش ما تقولش لنفسك اي كلام سلبي يوقعك ان انت ضعيف في الرياضة ان انت وحش ان انت مش هتفهمه ما ان كان برضو مش هتجيب درجة حلوة. حتى لو كنت زاكرت ما انا زاكرت في الترم الاول وبردو جاب لدرجة وحشة. اعمل زي النملة. النملة كل ما بتقع بتعافر وبتطلع تاني. بتقع وتعافر وتطلع تاني. انا كنت في سنك كده برضو زيك. ما بعرفش حاجة ضرب. ما بعرفش احلل. ما بعرفش احل مسلا دس. كنت بهرب من رياضة على قد ما اقدر. وكنت يعني ساقط. ساقط ساقط مادة رياضة. ما مش بطيقها خالص. مش بطيقها خالص. ليه? مش آآ ضعف مني او سوق مستوي مني. لأ. مفيش حد يقدر يعلمني. فيني التعليم. مفيش حد يعلمني. تخش مجموعة تفهم تفهم ما تفهمش ما تفهمش. تمام? بس الحمد لله يعني الواحد بالمبارسة ويعني بالاجتهاد وبصراحة يعني ودع الولدين ده اهم شيء. فالحمد لله انا دلوقتي في الوقت الحالي مدرس رياضة. شوف بعد ما كنت لحد تانية سانوي ما بعرفش حاجة في الرياضة. تانية سانوي ما بعرفش حاجة في الرياضة. وكاره الرياضة. الوقت بقيت مدرس رياضة. فالموضوع مش صعب. بس انت بس تتوقع الله وقرم من ربنا. تمام? وصلح من سلوكياتك. وصلح من اه افعالك. تجاه والدك ووالدتك واخواتك. الحاجات ان انت بتعمل في البيت دي ما ينفعش تعمل لان ربنا مش هيبارك لك. صدقني ربنا مش هيبارك لك. الكلام اللي انا بقول لك ده اهم من المنهج. اهم من المنهج. ربنا مش يبارك لك طول ما انت بزعى والدك والدتك او اخواتك. لو انت بتزعى بتشتم اه تشخط اه ما ما بتسمعش كلامهم اه يتعدى للحدود ممكن تسرق فلوس الدارس اه تسرق اه اي حاجة علشان مسلا تجيب اي حاجة انت عايزها تتفسح كزا وكزا وكزا ربنا مش هيبارك لك ولو قفت اه ولو قربت من ربنا ربنا هيبارك لك. ربنا هيبعث في قلبك وفي عقلك نور. نور فعلا وهتفهم مسائل بسرعة. اما طول ما انت بقى هنا ربنا وبتزعى لابك وامك هتحس انك قلبك كده تحس ان هو ضمن. تحس ان هو لا انت فرحان ولا انت زعلان. تحس انك انت مش مرتاح. بتنمش مرتاح. بتلعب كرة برضو مش مرتاح. في حجم زعلك. في حجم ديقاك. في حجم ديقاك. انا بقول الكلام ده وانا عارف. انا عارف ان الكلام ده صح. انت بتسمع الكلام ده دلوقتي وانا عارف ان كلامي صح. ليه? لانا كنت في يوم من الايام كنت زيك كده. كنت في يوم من الايام كنت زيك كده. فتحس ان في حجم ديقاك من جوة. مش مش مبسوط. مالك مش عارف. متاش عارف توصف اللجوات بكلمة. ليه? لربنا يعني ربنا بقول ايه? وما الاعرض عن ذكري فانا له معيشة عن ضنكر. يعني انت بعيدت عني. ما بتصليش. ما مش محترم نفسك. سلوكياتك وحشة بتشتم. ويمكن يوصل لحد انك ممكن تشتم الدين وتسب الدين. انا بقول الكلام ده لان الكلام ده بقوله ده اهم من منهج واهم من الفيديو واهم من اي حاجة واهم من التعليم واهم من اي حاجة في الدنيا. ده الاهم. انت ربنا بعتك هنا مش عشان تياكل وتشرب وتتجاوز لانت الوقت متفكر اكتر حاجة بتبقى في الجواز. تتجاوز وتخلف. يبقى كده حياتنا ايه الفيديو وبين الحيوانات. ما نحوانات كده. صح? ربنا بعتنا عشان نعبوله ونشكره. ونعمر في الارض. وتفيد المجتمع اللي انت عايش فيه مش تضره. ما تضروش. ايه المهم عشان ما كترش عليك? بس ركز في الكلمتين اللي انا قلتهم لك ده اهمت لاني مش حد هيقولك الكلمتين دولت. ابدا. ولو انت دلوقتي وبتسمعني. ومزع على باباك ومامتك. انا بطلب منك يا ريت. باستأذن. باستأذنك. بطلب منك انك توقف الفيديو. وتخش تصلاحه. صدقني. صدقني. هتلاقى حدك اتغرض تماما. تماما. لو انت دلوقتي بتسمعني ومزع على والدك والدتك. وقف الفيديو. وخش صلاحه. لان فعلا ده من اعظم. واكبر النعم علينا. واصحاب السوق ابعد عنهم. اصحاب السوق ابعد عنهم. صاحبك اللي انت بتقول عليه بحبه وكلام من ده. لو عايد عليك بالضرر. اقطعه. اقطعه. اقطع علاقتك بيه. ملاكش دعوة بيه. لان هو ده اللي هيخليك تخسر دنيتك وهتخليك تخسر اهلك. سمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طولت في الفيديو. اه انا عارف اصلا اول فيديو مش هياخد حاجة. والدرس اصلا بسيط. ممش في حاجة خالص. اه نركز مع بعض كده. الدرس اسمه تحليل مقدار ثلاثي على صورة سن تربية زي بق سن زي الجين. الدرس انا زي ما قلت لك سهل. تحليل المقدار الثلاثي على صورة ايه صورة دي? السبك من دي. ولكن قلتها. ماشي? تعالى. بولي انا اوجد عددان حاصل ده برضو سبك من دي. هتقول له احنا احنا كده ما اعند الدرس كله. تعالى بس. بول لك حلل. هجيلك دروس اسمها التحليل. تحليل المعادلات التربعية. ليه زي دي? والمعادلات التكعيبية. دي معادلة تربعية عشان قصة اتنين. هتوم كاتبها? يعني اه. اوه خليها في جنبك كده. اول. خمستاشر. راكز معها في الكيمياتين ده همت? لان لو فهمت ديت خلاص كده التامن مساءة لدول هوا. تقول لي مش الدرجات. لا بالدرجات دي والله. بص معها بس. تحليل اول حاجة بتعمل قصين. ده معادلة تربعية قصين قدي بعد كده. تمام? صعبين كده? صعب كده? لا. يبقى انت اول حاجة اللي لابتلاها معادلة تربعية تعمل قصين. هنا سن تربيع. ايه في ايه بديني سن تربيع? سن في سين. ودي ثابتة. سين في سين. طب لو كانت سن قصة اربعة. يبقى سن قصة اتنين في سن قصة اتنين. طب لو كانت سن قس تماني. يبقى سين قس اربعة في سين قس اربعة. شغل دماغك بقى. لان القسس في الدربة الجامعة. المهم. اكتر مسأل بتيجي سين اه سن تربيع يبقى سين وسين. شوف بقى اللي جاي ده بقى. في رقم هتكتب هنا وفي رقم هتكتب هنا. مين بقى? تبص على حد الاخير. ما ده اسمه لحد الاول. وده لحد الاوسط وده لحد الاخير. بص معايا. تاوي. هتجيب لي رقمين يتضربوا وبعض. رقمين. يتضربوا ابعض. يطلع لي خمستاشر. تمام. هتقول لي ده في كتير. اسمع بس الوقتي. هتقول لي تاسة بخمس. يا ابن اسمع. صحيب. رقمين. انا بص عال حد الاخير. يتضربوا ببعض. يطلعوا علي كم? خمستاشر. ولما نجمعهم يديني تمنى. شوف تقى ازاي? انا عازك تفهم الكلمة دي. تاني. ابو صالح الاخير. رقمين يتضربوا ببعض. يطلعوا لي كام? خمستاشر. ولما ايه? نجمحهم. تبريقات نقصنا. يبقى نطرحهم. ولما نجمحهم الرقمين دولت. يتدوني تمانية. كام في كام بدين خمستاشر? هي التلاتة في خمسة. هتقول لي ما فشل لهي. لأ ما ممكن يجيب لك قول لك هنا ستاشر. لو كاتب هنا ستاشر. هيبقى الواحد في خمستاشر. صح? هنا بقول لي. بقى التلاتة في خمسة. ديستة الاشارات. اشارة هنا موجب وموجب ولا سلب وموجب ولا سلب وسلب هبص على اشارة الحد الاخير. تمام? هنا ايه? موجب يبقى متشابه. يبقى ايه? متشابه. يعني هنا موجب ولا موجب? لا. بقى يبقى هنا موجب هنا موجب او سالب وسالب. هنجيب هنا ايه? موجب? موجب ولا سالب وسالب على حسب النص يد انت ده واختيان. حم تالت كلمات بالزبط. يبقى رقمين فيотуار بعدة طريقة خمستاشر. مجموعهم إلي يديني تمانية ايها التلاتة في خمسة. لسا الاشارات هنا موجب. يبقى متشابهين. على حسب هنا الاوسط هنا موجب. وهنا موجب. وهنا ايه موجب. المسألة خلصة. قد قلت لنا نفهمت حاجة اصلا. طيب بص في اللي بعدها. بص بعدها بس ما تقشعرش من اخرج كده. نمرة اتنين. ايات سين تربية زائد حداشر سين زائد ايه عشر. همفتح كوسين كده. واقوله هنا ايه سين وسين. تمام. رقمين الضرب وبعد يطلع لي كام عشرة. ولما نجمحه متولع لي كام? حداشر. اتولي اتنين في خمسة. انت حمر. انا بقولك نجمحه الدنيا حداشر. يبقى الواحد في عشرة. صح? الواحد هنا وهو عشرة هنا. هنا موجب يبقى متشابهين. متشابهين على الحسب هنا موجب وموجب. موجب ومتشابهين. طيب سالب المختلفين. تمام كده? بس الدرس خلص. خلص الدرس. طيب تعال دي. سن تربية لنا السبعة سين زائد اتناشق اهو. كوسين. سن تربية يبقى سين وسين. اتناشق. مش جاب السبعة. رقمين يتضربة بعد يطلع لي كام? اتناشر. ولما ايه? نجمحهم. يديني ايه? سبعة. عند الاتناشر يا مستر اتنين في ست. انا بقولك نجمحهم يديني سبعة. ما بقىش انت بقى انت عندك حبقة في دماغك ولا? اه عندك كم يديني اتناشر? تاتة فاربعة? صح ولا لا? تلاتة فاربعة. اكتب هنا تلاتة واكتب هنا ايه? اربعة. الاشرة هنا ايه? موجب. يعني ايه? متشابه. ايه هو ايه? سالب وسالب. وهنا سلوبة وهنا سلوبة. تعب تعالى لدي كده? نفس الكلام. اهو. سين اه كوس وكوس كده. هنا سين وس اتنين. يبقى هنا سين وهنا ايه? سين. رقمين الدربة اللي يطلع لي كام? اربعتاشر. ولما نترحم. شوف 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 شوف. هنا ناقصة. ولما نترحم يديني كام? خمسة. رقمين دربة اتناشر. انا عندي كام في كام ديني اربعتاشر وبالبوش الاتنين في سبعة. اترحم وقديني خمسة. مية مية. اتنين في سبعة خمسة. طب هنا في ايه? سالب يا مختلفين. يبقى ايه? مختلفين. يعني ايه? يعني سالب وموجب او موجب وسالب? طبiringا هنا سالب وموجب او موجب وسالب? راح لي? لا يا باشا. هم بل ايه? هنا موجب في النص. اه. يعني الكبير اللي ياخد موجب. يعني من الكبير لنا السبعة والالتنين السبعة يتاخد موجة بالتاني ده ياخد سالب بقى. هتفهم اكتر في اللي جاي بعدها اهو اعرف تحكو سين تمام. هنا سن تربيع يبقى سين وسين. مية مية. رقمين الدربات يطلق ليه كم? ستاشر. ولما ايه? نجمع ولا نطرح? نطرح. عشان انا ناقص. يديني كم? ستة. ستاشر. يتكم في كم يديني ستاشر. لما نطرحهم يديني ستة. ستة ستة مين مين مين? ستاشر عندي الاربعة في اربعة. لما نطرحهم قلت لك نطرحهم ما قلت لكش نجمعهم. نطرحهم الاتنين في تمانية. ايوة الاتنين في تمانية. وهنا في ايه? سالب. هنا في ايه? سالب. هنا في ايه? سالب. يبقى للشارط هتبقى ايه? سالب وايه? وموجب. هنا في سالب وهنا في ايه? موجب. الكبير ياخد له سالب طبعا. طيب. هيسين قس اتنين زائد حدد ده احنا حللنا دي. تب تعالي بقى على ايه? نمر اربعة. ايه ده الكوسين. سين وسين. رقمين الدار بعد يطلعي لي كام تلاتين? تلاتين. ولما نجمعهم يديني كام? سبعتاشر. انا عند الخمسة في ستة بتلاتين بس اللي جامتون ما طلعه سبعتاشر. انا عند الواحد في تلاتين في تلاتين بس ما فيش تاني يا مستر بيطلع لي بتاع تلاتين. لا فيه. لا مستر مفيش. لا فيه. مين? اتنين في خمستاشر. اتنين في خمستاشر. اذا الاتنين وادل خمستاشر. ولو شرح هنا زائد يبقى متشابه. هنا في سالب. يبقى سالب وسالب. سالب ايه? وسالب. ده برضو نفس دي انا برضو نفس الفكرة. رقمين الدار بايض يطلعي لي اتناشر ولما نطرحهم يديني اربعة. اتناشر اطراح يديني اربعة عند تلاتين في ستة اطرحهم اه اتنين في ستة تنفع. اتنين اللي وراها. مسائل اللي وراها. يا ربي تكون فهمت. يا رب تكون فهمت. طيب. هنا برضو نفس الكلام حلل احلل. وماله سيني. حلل. سين تربيع. اكتب هنا سين. واكتب هنا ايه? سين. ده فينا مصطر اه سات تربيع وماله يا حبيبي. اكتب هنا صاد. واكتب هنا صاد. ده ابو الستة. هقول لك اهو. برضو نفس الكلام بس هو ازود صاد بس. رقميني الضربعة دي طلق عليه كم? ستة. ولما نجمعه من الديني كم? خمسة. هنا في زائد. هنا زائد وهنا ايه? زائد. يعني متشابه يعني. نفس اربيع برضو هنا. جيم? وهنا ايه? جيم. رقم يندر بعض يطلق لي كام? عشر. ولما نترحم يديني كام? تلاتة. هو الاتنين في خمسة بعشرة. اتنين في خمسة. الاشار هنا سالب. يبقى مختلفين. الكبير هيخد له موجب. اللي هو ده. وهنا ايه? سالب. تفهم الحتة دي? سالب يا مختلفين. والكبير هيخد له ايه? موجب. هنحسر باشارة الاوسط. بس الدرس خلص. كل الدرس ده كده. كل الدرس ده كده. يا رب تكون فهمت. يا رب تكون فهمت. يعني ما فيش اسهل من كده. ما فيش اسهل من كده. طبعا تلاتين كام في كام بالدين التلاتين ولما اجمعهم يديني حداشر خمسة بستة. وهكذا كل المسائل. هتقول له مستر طبعنا عندي هنا ساتة تمانية واربعين. معارفش التمانية واربعين كام في كام ولما نترحم يديني اتنين وعشرين. ده مين دول? اه عندك? عند مين? عندك اللي اتنين فاربعة وعشرين. طبع تقول له انا اعرف اه تعرف من دلوقت. اتنين فاربعة وعشرين. اه? خلاص? وهنا ستة في سبعة في اتنين واربعين ولما نجمعهم من الديني تلاتاشر. ستة وسبعة. ده كل مسائل كده. طيب ايه بقى المسائل دي بقى? نفسها برضو. قال له. ما ليه بقى الفكرة بقى? الفكرة انا يعني من لخبطهم لك. من لخبطهم لك. هتلات تبعك هتحل. هتحل. يعني ايه? يعني ما فيه الالف تربعة دي تجي الاول. باشارتها طبعا. بعد كده يجي ورار خمشار الف. بعد كده ناقص اربعة وتلاتين. تمام? بس? ويفتح الكور. يبقى الفكرة هنا انك هترتب. الف الف. اربعة وتلاتين. رقمين يدي الدربة تدام باعة وتلاتين. يدينا خمستاشر عندي. عندي مئة الاتنين في سبعتاشر. يدينا باعة وتلاتين. اترحهم هنا اشارة سالب يا مختلفين. الكبير هيخدوا موجب. هنا موجب وهنا ايه? سالب. هنا اللي بعدها برضو اللي هيجي الاول من السنتر بيع. هيجي وراء مين? زائد التلاتة سين. هيجي وراء مين? ناقص الايه? العشر. نفس الكلام برضو. يبقى كل ده نفس الكلام. كل ده نفس الكلام. تعال كده اهوت المسألة ديت. هفتح كوصين. الف قص اربعي بقى الف قص اتنين والف قص اتنين. بقوا السربع بقوا الستنين وبرضو بقوا الستنين في رقمية الدربة. رقمية الدربة دي تطعوا ستة وخمسين. ولا من اطرحهم يديني ايه? ما يدينيش حاجة. لا هنا واحد وسنو ما كتبش. يديني واحد. هو جال واحد بس اللي بطلقة ستة وخمسين. ومين? السبعة في تمانية. لو طرحتهم يطلق لواحد اه اكتبنا السبعة واكتبنا ايه? تمانية. سالب. يبقى الكبير هياخد له ايه موجب. هنا موجب وهنا ايه? سالب. يا ربكم انفهمتوا الحصة بتاعت النهاردة دي ايه? اه حصة سهلة ولزيزة. شوف ادى ادى كم سؤال? ادى كم سؤال? ادى تمانية تمانية ستاشر. ستاشر واربعة عشرين. اربعة اربعة وعشرين سؤال. اربعة عشرين سؤال في ايه? في كلمتين. في دي ايه? المنك كله كده. المنك كل اللي جاي كده. انا عايزك تحل كده. حصة خفيفة كده. وان شاء الله